اشتركوا في القناة شبه جزيرة سيناء ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء خاصة إقامة التجمعات البدوية السكنية وكذا تطوير بحيرة البردويل لتنمية واستغلال ثروتها السمكية إلى جانب إنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بهدف رعايتهم اجتماعيا وتوفير الخدمات اللازمة لهم وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء خاصة من خلال الاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية والتي ستساهم في أعدة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات فضلا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء وتوفير فرص العمل للشباب اشتركوا في القناة